أوه الريحة الريحة وغنزر السمك حمور، شيري تيتجا تيتجا؟ أفضل وقرش امسك والله طويلة لك إثنان وإثنان مزي رواية أنا الشيل ما في مشكل عمجت كينك أوه عايز طعمت أنا ليك؟ أول برة بشوفك الشيل هنا أزرق هدول يا جماعة اسمهم سنافي من عمان في أبقل من هيك هلو هاي محبا والله احترد شو بدنا ناخد سمك لنأكل هو بده ياخدنا على السمك العايش هذا سمك القطة ايه سمك القطة هلأ رح أعملكون جولة بقسم اللحوم والدواجي تعالوا هون رحة اللحم كتير قوية هيا عظماء تبعتونا جاري لك شو كبيرا اللحم من اللحم ما شاء الله لكل موزات من عيوني أوكي 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 ألا أمجي بلايك من عيوني هي أكبر من هيك هي أول مرة بشوف بيضة معامل خلاصة واو أحلى من هيك عدمة واو كبيرا هاي مرحبا فيكم جميعا ورجعت لكم بفلوج جديد من إمارة دبي اليوم مشوارنا رحكم بسوق السمك الجديد بمنطقة الديري ومشوارنا جدا مع عائلة وهي وارف هاي حبيبي كيفي تمام جاهز للمشوار؟ والله أنا اللي جاهز طالما في القصة أكل حسما يجح أولي على قلبي وهي لاري هلو هاي بحبكونا هاي برني مع عناتها يا جماعة بدي أعكم تتابعوا هذا الفلوغ للأخير بس قبل ما تتابعوا الفلوغ ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس أهم شيء موسيقى ماذا اسمو؟ قدار القطار اسمو مترو 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 كطار أولي مترو 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 يلا قصة قصة القطار ها هل قد احنا اخذنا المترو من Discovery Garden ونزلنا بمحطة الديرا ديرا سكي سنتر هيك اسمه ونروح على الواجهة البحرية طلعنا بالباس اللي بياخذنا على ميناء الحمرية ربع ساعة ربع ساعة تقريبا لاري مروقة هاي لاري سمك 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 شعرنا بريحة السماء نعم اريحة السماء يلا اريحة القلبي سوق الواجهة البحرية منطقته بالديرا وجمي ميناء الحمرية طبعا هو بيعتبر من اهم معالم من معالم السياحة في دبي وكثير من الزوار اللي بدون يجوا على الامارات لازم يجوا على هذا السوق ربع السرعة ربع شريع سوق السماء نعم هلو بذلين اوه الريحة الريحة وغمزة للسمك هذا الناس هو حمور؟ نعم حمور سمك حمور وهذا؟ شاري شاري؟ نعم حمور شاري تتجاع تتجاع؟ نعم تبورتي 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 في شغلة قالوا لنا عنا انه هاد السوق بيتفاصل اوه ايوه يعني مو بيعطيكتر انه اي حبيبي وانيالله مندفع لا بدنا نفاصله منقدر بس مع هيك بتضل الاسعار هي ارخص من بره اكيد شوفوا هالمنظر لقدامي تبورتي هذا كلماري امسك كلماري عبتكرا الكلماري كتير طيب كلماري هاي اخطموط لهم بحياتي مو دايقتو هاي صلطعانات لكي محلاهم هاد 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 جعبالي كتير دوقو هاد هيك بتكسير وتفصص وهي المحار شوفوا هاي ما اكبرا مشاء الله ما شاء الله هاد يدعيشوا في الشرك ما شاء الله الرزق وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 0 والله طويوليJa هآه الولا poo هاد اللي اي بيت كل واحد الاكيد كان عنده محل عمي صحبنا لعنده هذا لنشوف هل تعلم أنت تعمسك؟ نعم تعمسك قال لي أنت تعمسك هذا لأنه ثقيل نعم من حبكه ثقيل هل تعمل هل تعمل سنانا؟ هل تعمل سنانا؟ حمور هنا هناك أربع أقصام القسم المجفاف والقسم السماك الحي الذي يتحرك قدامكم وقسم مزاد الأسماك والقسم المبرد وبالإضافة أنه في عندهم قسم للسماك المالح اللي هو السماك المالح التقليدي هي أكلة من الأكلات المشهورة بالإمارات هل تعالوا معي لحتى نعمل هون حوصة بين هؤل السماكات اللي هون الريحة كتيراوية يا الله وكلكون شيل؟ أنا شيل ما في مشكلة تقيلة ما شاء الله أنا شاهدك يالك وجдыك كبير أوووووフ ظهر بانبي بانبي ووي عمشانة كينغ كينغ كراب يعيش هامي يتحرات بلايب اوه اعيش اتعرف انا اوكي هذاٍ لوقل لوقل دبي هذا السمك الإماراتي طبعاً هن تم أسماء هنا محلية وأسماك المستورة التي يأتي من عمان والهند والبحرين ودائماً ينصحون العالم الأسماك المثال ويأخذ سمك مرتب من الصبح صدعان عماني 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 لونه أزرق ليه؟ أول مرة بشوفتك شيء لونه أزرق سنافل؟ سنافي 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 لا أحد لا أحد سنافي أين؟ روحان كثير تقيلة أنا أحضر سنافي هؤلاء يا جماعة اسمهم سنافي من عمان فئة من هك طن كيلو نبيع شين درهم مرحبا 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 سلطان إبراهيم كثير طيب ومن عمان هذا ونحن لازم نروح على عمان والله نروح على عمان أنا وعدتهم من لما كنا بالقرية العالمية أنه نروح ونزر عمان فإن شاء الله هيك رب العالمين يكتب لنا نصيب ونطلع على عمان ونأكل من عندهم السمك كمان موسى 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 من أين؟ عمان عمان هذا كمان من عمان بس ليكم شكله غريب كثير هذا هيك ليكم عينو شكله كثير غريب هذا سعر الكيلو وعشرين درهم وهذا سعره خمسة عشر درهم بارا 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 10 درهم الكيلو ب10 درهم ليكم شكله والله اعترض شو بدنا ناخد سمك لنا ناكل وينيد ايت فش يا ربا كيلو ب30 درهم اسمه شناد شناد أمان شكله ايه ما شاء الله بولتي 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 إفرام بإيجيبت إفرام إيجيبت اي ها اذا من مصر ادي الكيلو 20 درهم الكيلو هذا مكرونا 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 هاي بينشال هون هيك منا امعاقه وعبتاكلها ادي سار كيلو هون كيلو 15 15 درهم هون الكيلو هذا كيلو 5 سردين هاي السردين يلي بحب شوف السردين شوفوا بصراحة انا اول مرة بشوف سمكة السردين بالعادة بعرفها معلبات وهيك محطوطة بالعلبة شوفوا ما احلاها كتير حلوة اعم يقلي شوفوا الحراشك تبعاتها ما شاء الله نخيلك يا رب حمور ادي كيلو 40 درهم الكيلو ب40 درهم حمور ادي سمك القطة ايه سمك القطة تقولي بالتعليقات اذا شايفين هيك شي تعالي هو بدي ياخدنا على سمك العايش هاي حمور همور لايب حمور بيش حق 89 درهم لانه عايشة لك شكتار في واحدة كتير كبيرة هناك ايه لابستر لابستر كبير لكم ادي حقا ميتين وسبعين درهم الكيلو ميتين وسبعين درهم الكيلو ميتين وسبعين درهم عندهم كمان سمك لازينة اللي بيحب ياخد حوض على بيته ويعمل شي عندهم احواض نقول حوض اللي انتو بيعجبكن وليكن السمكات شو حلوين ميكوا هدوش صغار كان تيتا بالشام من عشاء السمك هلا تقدو الحوض طبعا بالبيت كان فيه كل شي سمكات تذكرت هلا ايام زمان قص الله أكيد ما فيه بيت سوري ما عنده كان هيك انواع من السمكات هلا هون القسم المفراز ادي هادا حققه لقردس ادي الكيلو 30 درهم الكيلو هادا شرم كبير 50 هادا حققه 50 درهم الكيلو لأنه كبير فاسكر هاك اسمه ادي كيلو هادا 20 درهم الكيلو شو حلو عم بيقلي هلا بس لحتى نشتري السمك منروح على قسمة تنظيف بعدين رح ياخدنا انه هين خرج نعود لحتى يفاولنا ياها ويشوها يقلبها مش هنناقل هون مش شوي سمك تمام ناقل هون تكلموا احلا هالقعدل هادا كلها بيجي بيعود هون قدام البحر الحلو هلا هون بدنا نعود كتير القعدل حلوة لان احنا قبل ما ناخد السمك ونطفه وناكله كتير حابة اني ورجيكم هون السوق شو بيقدم طبعا بنقسم لخمس اقصام ويتضمن 95 محل الاقصام اللي موجودة فيه فيه خضرة فواكي كل انواع اللحم السمك البهارات بالاضافة للعسل والتمر فكتير حابة اني ورجيكم كل شي موجود جواه لانه برجع ابعدلكن هون الاسعار الخيصة بالنسبة للاسعار اللي براه فالنصيحة اللي حابة يجي على الامارات اكيد لازم نزوروا هاد السوق تعالوا معي ورجيكم فات السوق هلا رح اعملكون جولة بقسم اللحوم والدوازن تعالوا هون اهزر شو كل قسم بتفوت ولا بتشمو الريحة الموجودة فيه هون رحة اللحم كتير قوية موسيقى لك السودا هاي سودا وهي المقادم وهي بعتاد اسمه كرشي اسمه كرشي هاي عظمة تبعتوما جاري لك شو كبيرا باكستان هدا ايه باكستاني باكستاني بيف اللحم اللحم ما شاء الله لتلموزات هاي المقادم والسانات مخاعات السودا في كل شي بيت غنام هون في كل شي يعني شو ما بتكون تجو بتاخدو ها دجاج الصدورة اللي فخاد السودا مرحبا فالروج كامل قدي؟ 15 درهم 15 درهم واللصدورة الجاج نص 8 درهم هادا نص كيلو 10 درهم من نص كيلو اللي فخاد تمام شفت الاسعار قصة هوني بتاعوا نسأل على اللحم قديش اسعاره هاي انت كتير بتحبه هاي اللي على عيني هاي اللحم نحن أسترالي ما شاء الله ليك وارث هاد مسلوخ ليش هيك مسلوخ وشو؟ طلبك راسية؟ تطلب لي راسية؟ والله هي لك أنا صرت حبة لهالأكلم بعد ما صورنا بالميدان يعني على عيني ما بقول لا لفتة الراس هاي الدول اللي منا اللحوم عم تجي هون بس حبة اني اسأل على الاسعار ادي؟ اني انت عايزة استرالي كيني باكستاني طيب شو احسن نوع لحم؟ الاسترالي اللي هو الدائر هنا يعني بيبع كتير الاسترالي هو في منه بيع كتير وهو من احسن الانواع اللحم وقدي بيجي سعره؟ الكيلو؟ يعني ممكن من 35 درهم للكيلو 35 درهم للكيلو وبيختلف مثلا اسعار اذا كانت هي شقاف نعمة راس العصفور اه يعني لا الرياش مثلا ب45 لينه مميز هو الخروف كله في حتة صغيرة رياش تمام الرياش ب45 درهم الكيلو هذا كيني هذا كيني هذا كيني 28 درهم حسب سعر المينزل طمام هذا كيني 28 درهم هذا باكستاني عجلي باكستاني هذا عجلي باكستاني 18 درهم هذا بالعدم مع العظم مع العظم بيه بجمع عظم مثلا زي كده ده 25 درهم 25 درهم تمام تمام شكرا كتير للك يعطيك العافية كدام عليكم عاشة مصر عاشة مصر مصر ما شاء الله شوفوا الرزق شوفوا الألوان شفتح النفس من عيوني أوكي 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 ألا أبجب لك من عيوني بس هاتي ما شاء الله هون قسم الخضرة والفواكي شي كتير بشاهد عن جد كل قسم بتفوتو لها بتشمو الريحة اللي فيه وبرجع بقلكم إنه هون العالم بيتفاصلوا يعني إذا بيعطيكم سعر بنتقللوا يلا اي دفعنا لا بيقلكم عشرين درهم بقللوا لهم 15 عشرة درهم وبعرف فاصلوا انتوا شو تقارضكم وهون بيجي عنكم بقى أقسم السواكل المجففة هلو هاي 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 شوفوا البيضة هلو نعمة بيت النعمة أوسترس أوكي شوفوا بيضة النعمة في أكبر من هيك هاي أول مرة بشوف بيضة نعمة أنا بعرف هيك بيضة العادية لصغيرة هاي بيضة نعمة 75 أوكي شكرا وهون بقى بيجي عنا قسم التمور كل شي أنواع تمر بتلاقوا موجود هون هلأ صار الوقت لنشتري السماك النطفة ونقعد بره مش هان ناقل ترجعت لأنه لو كيكم شكرا هلأ أخذنا سماك إماراتي نين كيلو وأخذنا شرم شرم صح؟ شرم شرم واحد كيلو أنا بقى وهيك نسمي إرين عماني 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 هلأ راحين النطفة بعدين على الطبخ دعالوا وصلنا على منطقة تنظيف السماك شكرا 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 أخذت 8 درهم على طنظيف للأرادس أخذت 4 درهم وللسمك الكيلو ب2 درهم منطقة السماك هون فيها 57 واحدة كرمال ما يصير فيها عجقاء وتتبك للناس لكم ما شاء الله شكبير ميحمد شعبان شكرا 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 أخذت السماكات من بعد ما تمنضفوه وقفة بالدور حتى يطبخو لنا ياهم شكرا شكرا وقفتنا كلها هيا يأخذ الوزن شكرا كيف يطلع علي كيف تأخذوه على الكيلو؟ كيلو 17 درهم 17 درهم 46 46 وهي 50 50 جديدة هيا الحساب الآخر تمام سننطر تقريبا 25 و30 دقيقة وهي الفاتورة وهي الرقم يعيني يعيني هيا هيا الفتوش والثوم وهي الأقرادس المشوي وهذه السماكات المشويين تستعطيك طبعا ها 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 يا الله ها هاي السماك المقلي أنا كتير جوعاني وارف معتخين يا حمود الريحة هم بتشليك واري 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 شبك مامي شطت ريالتا شطت ريالتا ماما يلا طلبت بطاطا ولسا ماما في كمانة مشوي هذا الريداش ايه يلا الدوء يلا الدوء شو ها تعالي نفسص لك سمكة يلا حط لك بطاطا هاي بطاطا لا عيني دي على قلبي هم لك سمكة؟ عم لك عيوني وهاي وصل المشوي واو 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 ثلاتة واو تطالعوا لأمه هاي ما بقول غير واو 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 لازم أفكوا معاً شي يحبينه أطيب الشي يا جماعة انه تاكلوا السمك تازة يعني مو مفرازوا والله بعدين لحتة تاكلوا لا بتجوا بتاخدوا تشرفوا على تنظيفوا بين الطبق وفوراً على الأكل وقعدين جنب البحر أحلى من هيك عادة ما فيه واو الكوارب شو أكل وهيك يا جماعة منكم صرنا بنهاية حلقتنا إن شاء الله تكونوا حبيتوا كل شي قدمناكم يا اليوم ونصيحة اللي بدي يجي على الإمارات لازم يروح على سوق الواجهة البحرية اللي هو هاد وهيك مكتوب اسمه وبعدين يشتري السمك ويجي يأكل بمطعم يحيا القعدة كتير حلوة الجو كتير رواء حتنبسطوا كتير من الأسعار الأكل الطيب يعني عن جد نصيحة فوق الخيال حبكم كتير وانتروني بفلوغات تانية بس قبل إذا ما لكم مشتركين بالقناة يا جماعة عفووا تشتركوا بالقناة بدنا دعم منكم لحتى نحنا نستمر وضل عم صوركم الفلوغات طبعاً أكيد حطوا لنا لايكات وتعليقات كتير عطوني رأيكم بهالفلوغ حبيتوا وما حبيتوا وإذا في أماكن تانية حابين أني روح عليها من عيوني رح روح عليها سوفكم بفلوغات تانية سلام أخذنا هلا 2 كيلو سماك 2 كيلو حسنا حالي لسا عم بحكي معو لقد اختنقنا يلا كمان طبخ هيا هنا lesiah كلات 35 35 35 نو نو خمسة عشرين عusstون لا خمسة وعشرين كلين أربعين خمسة واربعين أربعين 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 يا؟ جود دكا بنا عابد لبعها السمك عشرين مهر قاما رجعت على هالمنظر والقادل حلبة جود